عز الأزمة بتاعت الفنانة المغربية دنيا باطمة وطعاطف الآلاف من المتابعين معاها بسبب كلامها اللي كان ممزوج بالدموع خرج زوجها السابق الفنان البحريني محمد الترك ورد عليها ردود غير متوقعة وكشف المسطور يترى محمد الترك قال ايه و ايه رد فعل دنيا باطمة على كلامه طبعا كل اللي قالت الفنانة دنيا باطمة كلها تشذف في تشذف دنيا باطمة اللي انتوا قاعد تشدون الظهر فيها وتحمونها انا اللي يجمعني بنتين انا باخدهم بربيهم في بيئة نظيفة ام متعلمة دارسة مبقوم جاهلة تلبس نظاراته تجعد بس حياتها من الصبح للليل على الانستجرام والوقت الساعة فجأة وبدون مقدمات خرج المنتج البحريني محمد الترك في باست بوباشر على صفحته على السوشيال ميديا ورد على زوجته السابقة دنيا باطمة اللي خرجت في باست بوباشر هي كمان من يومين واتهمت محمد الترك باتهمات كتيرة وصعبة رد محمد الترك على اتهمات دنيا باطمة في قضية حمزة مون بيبي اللي كانت سنة 2019 واللي قالت للمتابعين انها قدينت بسبب طلقها محمد الترك اللي خانسقتها وعمل عكس اللي توقعته منه بانه يكون سند وظهر ليها بس هو تسبب في طورتها في الازمة اكتر وقالت دنيا باطمة ان محمد الترك كان بيخرج كل اسرار بتهم بالحرف الواحد للخارج وكان بيتكلم في حاجات ما تصحش وكمان اللي حصل لها في قضية حمزة مون بيبي كان بسبب شهادته الزور وما كانش فيه دليل مادي ووقعي ضدها وقالت دنيا ان اللي حصل لها دا كله نتيجة مؤامرة 100% وبصور متفابريكة وتحريط قنوات على يوتيوب علشان تضر بسمعتها وده اضر بيها وعرضها للظلم والتشويه وقالت كمان انها مش هتسكت على حقها ورد عليها الترك وبدأ كلامه وقال اذا اكرمت اللقيمة تمرضة ابكي ومثلي على الشعب المغربي بس انا لا انا سكبت عليك واستحملتك 9 سنين وكنت بتوصفيني بالعميل وانا ساكت وعائلتك ورا كل اللي حصل لك واولهم اختك ووجيناه سؤال وقال لها ازاي تقولي اني ببيع اخبارك هو انت عندك اخبار من الاساس الناس كرهتني وانا كرهتك بسبب افعالك وزود العيار حبتين وقال لها كنت بتعيشوا في بيتكم على لامبة واحدة عشان التوفير ولما حد كان بيتعب ما كنتوش بتجيبوا لي دواء انا اللي كنت بجيب وعملت عملية جدتك عشان خاطر عيونها خانك انا اللي عامل عمليته ومنعني اشوف بناتي سنة ونص اللي هم مش في بالك اصلا وخلتك اللي بتربيهم وانتي مجغولة في حفلاتك وبتشوفيهم مرة في الشهر ووجي لها سؤال تاني وقال لها بتمثلي ليه انك مظلومة ومأهورة مستلي بدموعك على الناس طول عمرك كده من يوم ما عرفتك وانا في مشاكل وهاخد بناتي منك بالانتربول اللي بيصدق دموعك المزيفة علتك اللي مستوى زكاهم 3% كنت بتكسف اقول اسمك من افعالك وكرر يكشف عن حاجة للمتابعين وقال عرفتها على امراء وشعراء وناس ليهم قيمة بناتي هاخدهم اربيهم مع ام متعلمة مش جهلة تلبس النظارة وتقعد على انستجرام بالساعات الحقيقة ان الازمة كبرت بين دنيا باطمة ومحمد الترك واللي هيدفع التمن هم بناتهم بنتمنى في النهاية تهدئة الاجواء وتصفيتها بين الطرفين ترجمة نانسي قنقر